لام عليكم، تحية إلى كل طموحة إلى النجاح قطعت أهداً على نفسها بأن تحقق ذاتها وتثبث وجودها تحاول أن تصبح سفيرة ملكية من خلال بناء فريق كبير وقوي، فنجاحها من نجاح فريقها. كيف تحقق ذلك يا ترى؟ الجواب هو أن تتبع في عملها الخطة التسويقية التي رسمتها لنا شركة DXN، ففي كل مرحلة منها يتطلب منها الأمر القيام بثلاث مهام، الأولى الاستهلاك الشخصي للمنتجات، ثانياً المبيعات الشخصية، ثالثاً عمل المجموعة لتحقيق مبيعات كبيرة والاستهلاك المنتجات أين تكون الفوائد كبيرة بحجم الفريق أو المجموعة. تعالوا لنفهم الخطة التسويقية لشركة DXN بعد التسجيل المجاني واشتياز مرحلة الموزع، ها هي أول محطة لك سيدتي تتحقق بتحقيق شرط 4500 نقطة راكمية أنت وفريقكي، ها قد أصبحت وكيل نجم، نسبة أرباحك تتراوح بين 21 إلى 25% حسب ما إذا كنت وكيل نجم مؤهل أو غير مؤهل، وسوف تزيد بـ 2% عن كل عضو في فريقك برتبة وكيل نجم مؤهل، وإذا حققت هذا الشرط هنا تصعدين إلى رتبة نجم ياقوتي، ونسبة أرباحك تتراوح بين 31 إلى 35% أما إذا ارتفع عدد وكلاء النجوم في فريقك إلى 6 وكلاء نجوم، أصبحت نجماً ماسياً، وتصل نسبة أرباحك إلى 37% وهنا أصبحت فعلياً شريكاً حقيقياً للشركة لم يتبقى على وصول أعلى مرتبة وهي الصفارة الملكية سوى خطوة واحدة تتمثل في تكوين فريق من 20 نجم ماسي الأرباح والعلاوات المستحقة هي فارق النسبة بينك وبين أعضائك هناك علاوة التطوير، هناك علاوة الهاتف النقال، وعلاوة الرحلة الدولية